بلاش تربى أولادكم من مخاوف ادخلوا السنة الجديدة مع أولادكم وانتوا محسنين الظن بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى على لسان الرحمة المهدى قال لكم أنا عند ظن عبدي بيه فظنوا بالله سبحانه وتعالى فتوبوا عن سوء الظن وتوبوا عن استصغار النعم تاني حاجة علموا أولادكم استثمار البدايات مين اللي علمنا استثمار البدايات؟ يعني استثمار البدايات؟ إن البداية دي لازم نوسع النفع بيها وكمان نجعل ثمارتها ونجعل الخير اللي في البداية ده يستمر معانا بقدر الإمكان مين اللي علمنا هذه المهارة ومين علمنا هذه العبادة؟ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تأتي أوائل الثمار اللي احنا بنسميها البشاير كان يضع على فمه وفي رواية عند ابن عشاكر ويضع على عينه الرواية الأساسية عند الإمام موسن ويضع على عيني لأنه شايف فيها نور إن هي إيه؟ حديثة عهد بربها ولذلك قال كده وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس ليه طيب؟ عشان تستمر للمستقبل وكأن حضرة النبي بقول لنا استثمروا نعمة البدايات في المستقبل فالطفل رمز المستقبل وعلشان كده بنعلم أولادنا إن هما يتخلصوا من هما وصغيرين إن هما يستثمروا النعمة معنا استثمر النعمة واختنامها عشان يتخلصوا من كل أوهمه لما بنعلمهم إن كل يوم ييجي علينا يوم جديد لازم نفكر بشدة إزاي اليوم دوت بنوره يفضل نوره مستمر في حياتنا ولازم نفتكر معنا البداية وإحنا بيجي إنا كل يوم ونسمع صوت اليوم وهو بينادينا وينادي علينا ويقول لنا أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني إزاي نغتنم البدايات مثلا إننا ننو نتخلص من عادة من عاداتنا السيئة أو ننو إننا نتعلم كل حاجة في كل يوم حاجة جديدة فنتعلم شيء نافع في مهنتنا في مدرستنا في بيتنا في علاقتنا وما تخافوش على أولادكم إن المعارف تزيد عليهم هم أقلوبهم مفتوحة وبيحبوا السرور تالت حاجة تكلموا أولادكم عن عبادة الأحلام الكبيرة علموا أولادكم إن يكون عندهم أحلام كبيرة ويكتبوها وتفضل عندهم وعلموا إن الدفتر دوت هو دفتر حسن الظن بالله وإن الأحلام الكبيرة من حسن الإيمان دايما أنا بقول لأولادي وأعلمهم حكمة أنا بحبها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة بعض الناس من الحاجات الملحة اللي حصلت لي واحد قال لي والحديث ده ما روامين الحديث ده مجموع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة جمعناها من أنوار حضرة النبي إن من علامات صدق الإيمان أن يحلم الإنسان أحلاما كبيرة لأنه عبده الكبير وساعدوا أولادكم إنهم يخططوا الأحلام من دلوقتي وحطوا خطوات واعملوا أعمال صغيرة توصلكم للحصول على نتائج باهرة في الأحلام الكبيرة رابع حاجة مش لازم الماضي نقفله وإحنا زعلين منه ونقفله وإحنا كرهينه لا تعالوا نعمل حاجة مهمة قوي علموا أولادكم صناعة الزكرات زكرة حلوة في بداية السنة إزاي إن كل واحد في البيت يكتب لكل حد رسالة فيها محبة أو امتنانة على حاجة حصلت في السنة اللي فاتت وتقدير لنعمة وجوده في حياته أو إنكم تكلموا أحد بقى لكم كتير ما بتكلمهوش أو سيدة رحم صناعة الزكريات يا سادة صناعة من أجل الصناعات هي دي الصناعة اللي بتجدد حياة الإنسان وتبنيه وعشان كده هو معنى وقيمة وعمل جليل وجميل بيخلينا نفرح بنعمة ربنا في كل وقت وحين شكرا